موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح قبل ما أبتدأ في هذه الحلقة الهامة أحب في البداية أعزي أحبائنا في الجزائر الجزائر عم بمروا في ظروف صعبة أكيد عم بتشاهدوا الأخبار في حرائق كثيرة في الجزائر أكثر من خمسين حريق وطبعا هذا الأمر مزعج للغاية خسرات في يعني مش بس في الأماكن وفي الأخشاب وفي المعدات والبيوت كمان خسارة في الأرواح ربنا يشددكو وربنا يعزيكو وإحنا منصلي أنه الله فعلا يوقف هذه الحرائق حبيت في البداية أقول أنه أنتو في فكرنا وفي محبتنا وكمان في صلواتنا بصلي أنه الله يدخل يبارك شعب الجزائر ويبارك كل الناس في الجزائر ويحميكو من هذه الحرائق وبصلي أنه الله فعلا يفتح السماء لمعونتكم ويسدد كل احتياج في حياتكم وعلى فكر أنا بصلي كمان أنه مجد الله ومحبته اتعم كل بلادنا العربية وشمال أفريقيا خلينا نصلي يا رب إحنا منرفع شعب الجزائر بين إديك أنت بتحب هذا البلد وإنت يا رب إلك مخطط رائع لحياة هذا البلد وإنت أكيد عندك هدف من وراء كل شيء إحنا منصلي أنك تحول كل الأمور للخير وأنك تبارك الشعب هناك وتبارك الحكومة وتبارك يا رب عمل إديك منصلي يا رب أنه فعلا تعطي حكمي في كيفية التعامل مع هذه الحرائق الكثيرة وبصلي أنك تحمي الناس تحمي الأرواح وتسدد كل احتياجاتهم وتحل البركة عليهم في اسم الرب يسوع المسيح آمين أحبائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 اهلا اعزائي المشاهدين حديثنا اليوم موضوع في غاية الاهمية المسيح غافر الخطايا وعندما تستمع الى هذه العبارة البعض طبعا سيصاب بالدهشة والبعض الاخر سوف يزدم والبعض الاخر لابد ان يمجد وان يسبح الله على عمله العظيم تجاه الجنس البشري وقبل ما استعرض الفكرة من العهد الجديد خليني بس اعطي بعض الملحوظات المهمة من العهد القديم الملحوظة الاولى ولسيما في العهد القديم انه عقاب التجديف او خطية التجديف هو الموت بالرجم فاذا بدون محاباة بدون اي تنازل بدون اي تراجع بالنسبة للفكر في العهد القديم انه اي شخص يجدف العقاب هو الرجم فانا حبيت اشدد على هذه الملحوظة الاولى حتى لما نيجي للعهد الجديد انك تدرك اهمية ومسئولية وخطورة الموقف من ناحية ومن ناحية اخرى بركة هذا الموضوع عندما نستنتج عن من هو المسيح فاذا في العهد القديم الملحوظة الاولى انه عقاب خطية التجديف هي الموت بالرجم وطبعا التجديف خلينا اتكلم عن ثلاث امور شو المقصود بالتجديف اولا الشخص الذي يسب الله اللي بسب الله والخطية التانية في موضوع التجديف انا بقصد في هذا الموضوع مكتوب لا تنطق باسم الرب باطلا ومكتوب انه الشخص اللي بينطق لا يتبرع فتخيل انت معي لو طبق هذا القانون في الشرق الاوسط لهالك معظم الشرق الاوسط لانه كم من الناس التي تستخدم اسم الله باطلا وتنطق باسم الرب باطلا والعقاب بحسب شريعة موسى هي الرجم طبعا والعقاب هو الموت كم من الناس اللي بتستخدم اسم الله بالمتاجرة بالدين في المجتمع بفاضي ومليان بيذكروا اسم الله والاغرب من الموضوع الاغرب واللي انا بستغربه جدا انه الناس يعني مرتعبي مثلا اذا الناس مثلا سبت النبي او اعترضت على انه بعقاب الموت اما الناس ليل النهار بيستخدموا كلمة والله العظيم وكل الاشياء يا رب سمحني انه حتى ذكرت هاي الجملة انه ليلا نهارا اسم الرب ينطق باطلا وتخيل لو طبقنا هاي الشريعة لهالك معظم الشرق الاوسط لانه مكتوب لا يتبرق لا يتبرق لانه فعلا اللي بيستخدم اسم الله بتهادن بمساومة بمسايرة لا يتبرق وهذا يسبب اللعنة على الارض واحنا على فكرة اهم شيء في الموضوع انه نحسم الامر انه المجد كله يعود لالله في مشكلة كبيرة عنا في الشرق الاوسط وحتى مش بس بين المسلمين كمان بين المسيحيين للأسف للأسف انه الكتاب يقول نحن مخلوقون على صورة الله اي الصورة الادبية والروحية ولكن كتير من الناس عم بتجيب الله للحيز بتاعها وكأنه الله مخلوق على صورتنا احنا مخلوق على صورتي فانا بشكل بالله باستخدم اسم الله بانطق باسم الله باسم الرب باطل فاضي ومليان وبتاجر في الدين وبكذب في الدين وباستخدم الدين ليه لانه هذا المنفذ لايه لفي الشرق الاوسط عادة المنفذ هو الدين بدك تحل مشكلة سياسية دخلها في الدين بدك تحل مشكلة بلد عنا دخلها في الدين بدك تحل اي مشكلة تبرق اي نفس دخلها في الدين فالناس عم تستخدم اسم الله باطلا ومن البداية الله وصى لا تنطق باسم الرب باطلا مكتوب لا يتبرق وهي عقابها لانه تعتبر تجديف على اسم الله فالعقابة موت خليني اقول شيء تاني في هذا المضوع بتعرفوا انه الاسم الله يهوي اللي هو اهيى الذي اهيى بحسب خروج اسحاح التالت طبعا هذا الاسم يعتبر سر او كأنه غامض بس الله اعلن عن اسمه بهذا الموضوع اعلن عن هذا الاسم لموسى طبعا وحتى اليهود يعني للقرن التالت قبل الميلاد لما ترجم الكتاب المقدس لليوناني الترجم السبعينية ولما كانوا بيتكلموا اللغة الارمية الشعب ادرك خطورة واهمية هذا الاسم فبيخافوا انه يذكروا حتى الاسم لألا مكتوب لا يتبرق فاتخيل معاي من خوفهم انه مجرد يذكروا اسم الله ويطلع الذكر مش مزبوط بخافوا من العقاب فاستخدموا تعبير الرب ادوناي فالرب ادوناي واستخدموا تعبير الاسم يعني الاسم بالتعريف يعني اليهود حتى يومنا هذا ما زالوا يستخدموا نفس التعبير يقولون بعزرات هشيم يعني بمساعدة الاسم طب قول بمساعدة الرب اها بخاف انه ينطق بالاسم لألا يطلع في شيء مش مزبوط فانا بكرر هذا الشيء على اساس خطورة الموضوع في الشرق الاوسط عم نستخدم اسم الله باطل وممكن تقتل انسان اذا سب نبي وانك تتغاضى اذا سب الله يا للعار يا للخزي يا لمجتمع عم بغير الله على طريقته وعلى صورته هو ولا ندرك انه نحن نأتي بالدينونة على انفسنا بسبب هذا الشيء فقلنا لا تسب الله لا تنطق باسم الرب باطلا والشيء الثالث في موضوع التجديف اللي هو اي شخص يعادل نفسه بالله الرب قال في العهد القديم في اشعياء انا الرب انا الرب هذا اسمي ومجدي لا اعطيه لاخر ولا تسبيحي للمنحوتات ومذكوري عدة مرات احبائي تعرفوا عندما عبد اسرائيل الاوثان اي الهة اخرى الهة الشعوب كان العقاب شديد جدا كان العقاب انه راحوا للسبي السبي الاشوري والسبي البابلي والروماني طبعا كله يعني فكانت يعني مهمة جدا الملحوزة التانية في هذا الموضوع انه فقط يهوى اللي هو الرب هو الذي يغفر الخطايا ما فيش حد تاني لا يوجد شخصية اخرى تستطيع ان تغفر الخطايا الا الرب وحده الرب وحده مكتوب في طبعا في خروج 34 آية 7 غافر الاثم والمعصية والخطايا في مزمور 103 باركي يا نفس الرب الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل امراضك فاذا منلاحظ منستشف من هذا الموضوع احبائي فقط الرب يهوى هو الذي يغفر الخطايا او كما قال في النبي اشعياء كغي من محوت ذنوبك انا انا هو الماحي ذنوبك لاجل نفسي وطبعا النبي ميخا اصحاح سبعة مكتوب من هو اله مثلك غافر الاثم وصافح عن الذنب شيء ثالث ملحوزة ثالثة الله لا يشارك اخص خصوصياته يعني في صفات معينة مشتركة مثل المحبة مثل الصلاح والى اخره الله محبة فاحنا منشترك احنا منحب الله رحيم احنا منشارك ابن الرحم بس في صفات هي تطلق فقط لالله وحده جل جلاله ما في اي شخص بيقدر يشارك في هذه الصفات منها الخلق وغفران الخطية ومنها مثلا العالم بكل شيء والقادر على كل شيء والحضور او الحاضر في كل زمان وفي كل مكان هذه فقط من اختصاصات الله وحده لا نشاركه عدم التغير مثلا الى اخره هذا موضوع تاني في موضوع طبيعة وصفات الله فاذا نحن لا نستطيع ان يعني الله لا يشارك اي نبي اي عظيم في موضوع الخلق او موضوع الغفران حقيقة رابعة انه الله الله هو وحده اللي بيغفر الخطايا ليه لسببين الله لانه هو اللي خلقنا ثانيا الله هو اللي افتدانا فالله الخالق الله الفادي وشيء جميل جدا بسفر رؤية في منظر السماء بتشوف المفديين في اصحاح خمسة وفي اصحاح سبعة بيرنموا عن من هو مستحق بيرنموا انه المستحق هو الشخص الذي خلاقنا ثم الذي فدانا او غفر خطيانا فاذا هذه من اخص خصوصيات الله الله وحده هو الغافر الخطايا حبيت ابتدي في هذه الملحوظات لانه رح انتقل للعهد الجديد ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم عن المسيح هو غافر الخطايا وابتديت من العهد القديم طبعا بشكل مختصر جدا أعطيك الخلفية والفكرة اليهودية في الموضوع بحسب الشريعة قديما أن الموضوع في غاية الأهمية وفي غاية الجدية وأن الموضوع خطر أنك تلعب في هذا الموضوع فإذن لماذا نقول أن المسيح هو غافر الخطايا هل هذا مجرد ادعاء المسيحيين؟ أحبائي لو قلنا أن المسيح هو الله يعني جعلنا المسيح إلها لقلنا أن هذا كفر وجحد طبعا شيء خطر لكن كون أنه يتخذ جسد ويكون ابن الإنسان الكامل حتى يعالج خطيتنا هذا يجعلني أشكر الرب مدى الحياة فإذن الكلام الذي سأتكلمه من العهل الجديد هو بأكد أن المسيح غافر الخطايا وفي حادثة سأقرأ القصة كما هي من كلمة الله في بشارة مرقص في الإنجيل المقدس إصحاحة 2 من الآية الأولى ثم دخل كفر نحوم أيضا بعد أيام كفر نحوم اللي هي شمال بحير الطبرية فسمع أنه في بيت وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا محول الباب فكان يخاطبهم بالكلمة وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا الصقفة حيث كان وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج متجعا عليه لاحظ الكلام فلما رأى يسوع إيمانهم العالم بكل شيء قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطياك وكان قوم من الكتب هناك جالسين يفكرون في قلوبهم بحسب بشارة متة في الشر في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحدهم التشخيص صحيح هؤلاء الكتب هم معلمين للشريعة وفهمين نموس موسى بحذفره عارفين خطورة وأهمية الموضوع فعن بيتساءلوا في قلبهم مش علنا في سرهم لماذا يتكلم هكذا بتجديف معهم حق من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده وهذا تشخيص صحيح فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم أيما أيصر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطياك أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلم أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول قم واحمل سريرك وامشي فقام للوقت أو احمل سريرك واذهب إلى بيتك فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجد الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط هاي القصة أحباء مش مفبركة هاي في الإنجيل المقدس منشوف هنا أنه لقد أعلن المسيح أنه هو غافر الخطايا ولقد أكدها من خلال شفاءه للرجل المفلوج طبعا في كفر نحوم قال يسوع للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك كانت هذه جملة صادمة لرجال الدين قالوا في فكر قلوبهم من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده لماذا يتكلم هكذا أو هذا هكذا بتجديف طبعا هذا كان سؤالهم وتبريرهم بحسب ما يعلمونه من الشريعة هاي كانت ردة فعل المتدينين لكن راحز جواب يسوع المسيح في آية تسعة قال أيما أيصر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلموا أن الابن الإنسان هو أول مرة بعبر عن الفكرة فكرة ابن الإنسان على الأقل موجودة 80 مرة في العهد الجريد لكي تعلموا أن الابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول قم بسلطان واحمل سريرك واذهب إلى بيتك وحدثت المعجزة إخوتي وأخواتي فإذن جواب المسيح لقد علم لأنه هو العالم بكل شيء ولقد أجرى معجزة الشفاء لأنه هو الرب شافينا كما يقول عنه الكتاب المقدس شفاء المرضى بسلطانه الذاتي فالمسيح له سلطان ذاتي سلطان إلهي وهذا شرع ومن حق يسوع المسيح ولأنه ابن الإنسان الكامل بجدارة وبكفاءة لأنه أكمل عمل الفداء فيستطيع أن يتكلم بسلطانه مش بس الزاتي المخول من الله ليقوم بأعمال الله فالمسيح بسلطان بسلطان الكلمة قوة الكلمة قال قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك وفعلا كانت المعجزة أمام الجميع فإذن هو العالم بكل شيء هو الشاف لأمراضنا وهو الحكيم لأنه كان يعني الصياق الحديث كان بعلم في بيت والبلد كلها كفر نحوم متجمعة لدرجة ما فيش مكان في الشوارع إنك تحمل السرير فعملوا الشيء طبعا غريب من نوعه شوي إنه طلعوا على السلالم من وراء نفس تكون معايا في كفر نحوم أو أوريك المنطقة وراحوا على الصقف ونقبوا ودلوا المريض أمام يسوع فهو علم علم إيمانهم أيضا لأنه العارف بكل شيء وهو الحكيم لأنه من خلال التعليم كان يقدم العلاج إلا الكامل من هذا أحبائي نستنتج إنه المسيح لم يكن متهورا ولم يكن متسرعا فهو عارف الشريعة ويعرف النتائج لكسر هذه الشريعة من السهل إنك تقول مغفورة لك خطياء ولكن أن تسندها بسلطان وحضور وجلال إلهي عندما قال لك أقول قم فقام المفلوج مشفي أمام الجميع وهذا برهان ودليل أن الكلام الذي نطق به المسيح عبر أنه فعلا هو القادر على كل شيء وهو غافر الذنوب نشوف عدة أمور من خلال هذه الكلمة نلاحظ أولا أنه الإله المتأنس لأنه علم وغفر وشف شيء تاني لقد أكد الحقيقة أنه يقدر أن يغفر الخطايا فهو فهو الله الظاهر في الجسد وهو يملك الطبيعة الإلهية شيء تالت أحبائي لحظوا معي لم يصحح المسيح أفكار الناس لم يتراجع ولم يعتذر لما قالوا من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده كان أبسط شغله أوي جماعة أنت فهمتوني غلط بل بالعكس أكدها من خلال شفاءه للمجلوذ تعرفوا اللي بعجبني بشخصية المسيح حازم حاسم ما فيش تضويع لأي شيء ولا لأي كلام عندما قالوا من يقدر أن يغفر الخطايا لم يقل أستغفر الله لم يستغفر ربه أو يستغفر ذنوبه أو يعتذر عن ما قاله أو يتردد لحظة في هذه الكلام لكنه كان واضح واضح جدا لدرجة يعني عالم شر قلوبهم لك قال المفلوج لك أقول قم طيب لو مقام المفلوج يعني لو لم يشفى هذا المفلوج كان من قلنا أنه المسيح مخادع والمسيح كاذب لا سمح الله يعني والمسيح عم بيقول عم بيعطي نفسه شرعية هي من حقوق الله فقط شيء رابع سلطان شفاءه أكد حقيقة لهوته أنه فعلا هو الإله المتأنث من يقدر أن يغفر الخطايا شفنا في العهر القديم هاي بس من اختصاص الله هذا دليل قولهم مع أنه السؤال كان بشكوك يعني بمحاربة يسوع لكن هذا السؤال هو كان الجواب والدليل على قولهم أنه فعلا يسوع هو الله لأنه أمامهم اللي تساءلوا شفي هذا المفلوج وقام من فلجه وأثبت أنه قادر بل حتى مش يعني وصل الوضع يعني لشيء أكثر بل وبخ المسيح وبخ وبخهم على فكر قلبهم الشرير هذا الفكر يعني عم بيسألوا لكن بشر مش حب استطلاع أو حابين يعرفوا أنه مين هاي الشخصية طبعا بيشوفوا معجزات عم بيسمعوا تعاليم فريدة متميزة شايفين إنسان عجيب جدا أمامهم لكن برضو فكر قلوبهم الشرير حتى المسيح وبخ هذا الفكر لأنه علم أفكار قلوبهم ثم أحبائي شوف ردت الفعل شيء خامس من خلال شفاء للمفلوج إيش كانت ردت الفعل آخر آية بهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما رأينا مثل هذا قد أول مرة بحياتهم بيشوفوا الشيء أمامهم بهذه الطريقة لاحظ معي إنه المسيح لم يتصنع لم يتردد لم يحاول أن يقنع رجال الدين إنه قادر كان الأمر بالنسبة له طبيعي وتلقائي لأنه حيث يسوع هناك حضور إلهي وأيضا بنفس الوقت في الوقت ذاته يسوع لم يتعد على حقوق الله بالدليل إنه شفى هذا المفلوج المسيح في هذه الحادثة لم يطلب صلاة من الله يا رب ساعدني إنه مساعدي من الله لكنه أمر بسلطان أعلن سلطان على مغفرة الخطايا وأثبت هذا السلطان بمعجزة الشفاء وأكد على لهوته وحضوره أنه ابن الإنسان الكامل من خلال هذه المعجزة إخوتي وأخواتي لقد غفر المسيح للعديد من الناس مش بس غفر لهذا المفلوج في إنجيل مرقص إصحاح اتنين لكن من فضلكوا ابقوا معي رح أتكلم عن غفران آخر بحسب بشارة لوقة الإصحاح السابع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 وهذا يقود إلى الحياة الأبدية وهذا الشيء مهم جدا ومكتوب عالم إيمانهم يعني إيمان الأربعة اللي حملوا هذا المفلوج واضح أنه هو العالم بكل شيء ولأنه غفر الخطية نرى أيضا سلطانه الغير محدود قال مغفورة لك خطيئك فقط الله هو الذي يغفر الخطايا طب ليه الله؟ لأن أحباء الخطية بغض النظر شو هي هي موجهة ضد الله مباشرة كما قال داود النبي إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت مع أنه قتلوا زنة ضد شخص آخر ولكن أكد أن هذه الخطية كانت قدام الرب ثم الخطية أحباء هي التعدي الله وضع شريعة وضع قانون فالخطية هي التعدي وكسر للوصية الإلهية حتى لو أخطأت ضد حق إنسان فبالحقيقة أنت تخطئ ضد الله والخطية هي إهانة مباشرة احتقار وإزدراء ضد الإله الغير محدود فينبغي أن يكون غفران الخطية طبعا من الإله الغير محدود أنت بش تخطئ لواحد وواحد بيغفر للتاني أنت أخطيت للإله الغير محدود عقاب الخطية هو غير محدود ولكن أيضا غفران الله هو غير محدود شوف مثلا في العهد القديم رد النبي ناثان على داود عندما أخطأ ضد بات شبع بخطية الزنا في سموئيل الثاني صحة 12 قال له الرب أيضا نقل عنك خطيتك لا تموت ما هو أجرة الخطية موت فإذا هم نشوف فكرة البدلية أنه مات ابنه لدقود بسبب خطيته فإذا دايما في دفع ثمن وما في أي إنسان مستعد أو ممكن يرضي الله الغير محدود إلا أن يكون إنسان غير محدود إنسان كامل بلا خطية يستطيع أن يرضي العدالة الإلهية ويوفي المطالب الإلهية فقط واحد وحيد اللي هو شخص الرب يسوع المسيح منشوف أيضا حكمته الغير محدودة كان المريض مفلوج لكن أيضا كان مفلوج بالخطية غفران الخطية أحبائي هو عمل غير منظور يعني لما بتقول مغفورة لك خطيك أنت مش شايف ولكن أحبائي يعني مين اللي ممكن يحاسب على هذا الموضوع لكن المسيح أيده ببرهان ودليل ساطع دليل مادة وذلك بشفاء جسد هذا المفلوج شيء آخر أحبائي لقد أعلن المسيح عن نفسه أنه ابن الإنسان الكامل قال لكي تعلم أن الابن الإنسان هو طبعا الذي يغفر هو الله لكن أعلن لكي تعلم أن الابن الإنسان يعني سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا الدليل لك أقول قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك أحبائي هنا منشوف أنه أعلن يعني عن شخصيته عن هويته تصف شخصيته المكونة من اتحاد الناسه تقبل لهوت يعني ببساطة عاش إلها كاملا وإنسانا كاملا وهذا ما نؤمن به المسيحيين حتى استفانس وهو يستشهد يعني رأى المسيح رأى ابن الإنسان في السماء نفس الإسم وسيأتي ثانية ابن الإنسان في مجد ملائكة وقديسين في ماجيئه الثاني الظافر المنتصر أيضا فإذن غفر للمفلوج وتعلمنا أنه كلي العلم والسلطان والحكم وأنه هو ابن الإنسان ثم أحبائي منشوف في لوقة سبعة أنه يسوع بيدخل بيت واحد من الفرسيين وبعدين أجت امرأة عم بتتوب وعم بتبكي وبللت رجلين يسوع بدموعها ومعها قرورة طيب وابتدأت تقبل رجلين يسوع وتمسح رجلين يسوع بشعرها كان في ردة فعل من طبعا الفرسي قال لو كان لاحظ الكلام لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي حكموا عليها إنها خاطئة على طول يسوع العالم بكل شيء تكلم وقال له يا سمعان عندي شيء أقوله تكلم عن مثل عن مداين دين واحد بخمسمية خمسمية دينار والتاني بخمسين بعدين سامح اتنين قال له مين سامح أكتر قال له طبعا الأكتر قال له بالصواب أجب بعدين هنا بيتكلم بلغة العتاب بتقول له أما هي غسلت رجلية قبلت بالطيب رجلية بآية 27 بقول من أجل ذلك أقول لك قد غفرت ما هو من يقدر أن يغفر الخطايا لماذا يعني يتكلم بتجديف قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليلا ثم قال لها اسمع مغفورة لك خطاياك فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم مش علنا من هذا الذي يغفر خطايا أيضا فقال للمرأة إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام واو فإذا أحبائي هو قال لو كان هذا نبيا رد فعلة المسيح أن هاي المرأة أحبت كثيرا غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا في أمثل كثيرا عن غفران المسيح لا يسعنا الوقت مثلا غفر المسيح للص على الصليب عندما قال له أذكرني يا رب متجئت في ملكوتك أجاب يسوع وقال اليوم تكون معي في الفردوس غفر خطاياه أعطاء الخلاص الكامل وكتب اسمه في سفر الحياة وفعلا بنفس اليوم كان مع الرب يسوع المسيح ثم حادثة أخرى لقد غفر المسيح للمرأة الزانية المرأة التي أمسكت بالزنة في يحنى 8 بعدين بالنهاية سأل أما دانك أحد قالت لا يا سيد قال لها ولا أنا أدينك ومكتوب من الذي يدين الدينوني وضعت يعني في حيز الأبن الأبن لكن منحها سك الغفران والبراءة هاي المرأة أحبائي صارت مبررة أمام الله وطاهرة وقديسة أمام الجميع طبعا في استحقاقات دم الحمل يسوع المسيح الذي قال عنه يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم عفوا في استحقاق ما فعله يسوع مش لأي استحقاق فينا على أساس هذا الغفران مشان هيك لما الرب يسوع علمنا الصلاة الرب بنية اغفر لنا ذنوبنا يعني دائما من صلي اغفر لنا ذنوبنا لأنه هو الغافر الذنوب المسيح كمان مرة غفر لمريد بركة بيت حزدة 38 سنة في البركة بتعذب كمان كان مفلوج مشلول كليا مكتوب علم أن له زمانا كثيرا سأله أتريد أن تبرأ أجاب المريد وقال يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بل بينما أنا آت ينزل قدام آخر قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي مكتوب في الحال حمل سريره ومشى قدام الجميع في آية 14 في يحن 5 مكتوب فوجده يسوع وقال له اذهب ولا تخطئ لألا يكون لك أشر هو شف جسده لكن العالم بكل شيء شاف في مشكلة أكبر قال له اذهب ولا تخطئ لألا يكون لك أشر يعني كانت مشكلته هي مشكلة الخطي اللي سببت الشلل الجسدي والعقلي والروحي أيضا بتعرف حباء الرب يسوع شفال كتير ناس لقد غفر لشاول الترصوس لما قال مثلا استفانوس يا رب لا تقم لهم هذه الخطي من ضمنهم كان شاول اللي رجم استفانوس أو كان عند رجلي هذه الحادثة يسوع المسيح أعلن أنه هو غافر الخطايا وهو الذي يحرر إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا وأكد هاي الحقيقة الرب يسوع بعد القيامة في لوقا 24 أنه يكرز باسمه بمغفرة الخطايا يعني لما بتكرز باسم يسوع أنت عم تكرز بمغفرة الخطايا ثم حباء شهادة الرسل الأطهار ليسوع غفر في يوم الخمسين قال توب وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لمغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس وكمان أمام مجمع السنهادريم في بيت كرنيليوس القائد المئة الروماني مكتوب له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا ثم حباء بتشوف شهادة الرسول يحنى لأننا إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل بيتكلم عن يسوع حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم بتشوف شهادة الرسول يحنى الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه رؤية 1-5 وأيضا رؤية 7-14 بتشوف شهادة الرسول بولوس في أفسوس في كولوسي الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا كلها بتشهد إن غفران الخطايا هي باسم الرب يسوع المسيح السؤال ليه لأنه كامل بلا خطيئة وجعل الذي لم يعرف خطيئة خطيئة لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه قال يسوع متحديا من منكم يبكتني على خطيئة ما حد قدر يمسك أي خطيئة على يسوع المسيح لأنه يملك طبيعة الله يملك طبيعة المحبة غفر للناس الأعداء حتى على الصليب يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون كما غفر لإنكار بطرس غفر له خطيئة وغفر لعدوان شاول وغفر للمرأة السامري لما كانتش من شعب الله إنه غافر الخطايا أيضا أحبائي لأن هذا الغفران يتم على أساس ما في غفران بدون أساس هذا الأساس هو الصليب صليب ربنا يسوع المسيح لأن المسيح دفع الثمن الكامل على الصليب ثمن خطيتك وخطيته أجرت الخطيئة هي موت أما هبط الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا فهو استطاع أن يكفر عن الخطيئة وأن يرضي العدالة الإلهية وأن يعلن عن هذه المحبة أنه إرادة الله لا يريد أن يهلك الناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة يختبر محبة يسوع المسيح أن هذا الغفران على الصليب أحبائي دفع الثمن ثم أحبائي دعنا أقول شيء في النهاية أن عقاب خطيئة التجديف على الله هو الرجم طبعا في العاد القديم المسيح أكدها ولم يعرضها تتذكر في يحنى عشرة بقول عليه شو بترجموني قالوا لسنا لعمل حسن بل وأنك إنسان تجعل نفسك إله فأدركوا أنه المسيح بيتكلم كالله فأرادوا أن يرجموا يسوع المسيح الدليل عندما أعلن المسيح أنه هو الله حكموا عليه بالتجديف وحكموا عليه بالصلب وهذا بتشوفوا في يحنى في مرقص 14 عندما سأل رئيس الكهنة أأنت ابن المبارك قال له نعم أكد أنه هو ابن المبارك ومن الآن سوف أو ترون المسيح آتن ابن الإنسان آتن بمجد عظيم بمجد ملائكة وقديسين أكد على هذه الحقيقة وقاله ما حاجة إلى شهود خلص فحكموا عليه بالصلب لاحظ معي ولا منشوف أي نبي ولا أي عظيم ادعى أنه يغفر الخطايا استحالي فأنا اليوم بدعوك تعال إلى غافر الخطايا واللي أكدها بسلطانه لأنه مكتوب أحبائي من يكتم خطايا لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم وطبعا كتير آيات عن الغفران الإلهي بتمنى من كل قلبي أنك ترجع للرب يسوع المسيح خليني أخد مكالمة من أبو مهند من الأردن أهلا وسهلا أبو مهند انت معانا على الهوى مساء الخيرات مساء الخيرات أبو مهند تحية محبة بأخي وحبيبي كلمتي تقول مغفور الذنب خطوة للذي غفر إثمه وسطرت خطيئته نظمور 32 واحد أي في الكتاب المقدس يشير إلى أنه في المسيح يسوع لا الفداء بدمه غفران خطيانا قوليس 1 14 نعم نحن الذين قبلنا الرب يسوع المسيح كمخلص سخصي في حياتنا نتمثى بتلك الفرية عينها فرية الخلاص من الدين الأبدية للخطيئة روميا 8 1 كما أننا نستطيع أننا يوميا غفرار خطيانا ونتطهر من كل إثمه يوحن الأولى بواحد 9 قال الرسول بولوس بأن الخلاص يعطينا هذه الفوائد الإضافية أيضا التبرير روميا 3 24 والسلام مع الله روميا 5 1 ومن الخطأ أن نفكر بأن الله يتغاضى عن خطيانا أو إنه ينظر إليها باستخدام بل علينا أن نعترب بذنوبنا ونرجع إليه جوبة صحيحة حين إذن يكون الله مستعدا لمساعدنا والصفة آثامنا على آثامنا عمله الرب يسوع المسيح عنا على عود الصيب والأمر هذا يتعلق بقبولنا ده عندما يقبر لنا الله خطيانا لا يعود يذكرها فيما بعد وشكرا لأخي العديد وحبيبي شكرا جزيلا أبو مهند ربنا يباركك ويبارك حياتك ويعطيك الصحة والقوة والبركة طبعا في آيات كتير في العهد القديم وفي العهد الجديد عن موضوع الغفران أنا اليوم حبيت أكد أن المسيح هو غافر الخطايا بل أثبت أنه يقدر على غفران الخطية كما رأينا غفر للمفلوج غفر للمرأة الخاطئة غفر للمرأة التي أمسكت بذات الفعل وهي تزني غفر للسامرية غفر لللس على الصليب غفر لمريد بركة بيت حزدة غفر لشاول الترصوص غفر لبطرس الرسول وغفر 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 إن نهر نعمة الله ما زال يتضفق حتى يومنا هذا ويده ممدود لك ورحمته من أجلك لكي تأتي معترفا وتقول اغفر لي خطيتي ومن إثمي طهرني وهي بصليها تكون صلاتك اليوم رح أخذ مكالمة من الأخت فريال أهلا وسهلا أخت فريال من بريطانيا تفضل أخت فريال ربنا مسرورين برجوعك للقناة مرة أخرى ربنا ببارك شكرا المسيح له كل المجد هو غافر الخطايا وهو أيضا الديان في رسالة يحن الأولى إصحاح واحد عدد 7 يقول الوحي الإلهي ولكن إن سلقنا في النور كما هو في النور سلنا شرك بعضنا مع بعض ودني سوء المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية من كل خطية وليس بعض الخطايا وأيضا هو الديان له كل المجد لأنه لابد إننا جميعا نظهر أمام كرسي المتيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا فكيف هو الدين إذا ما هو أيضا يكون غافر الخطايا وحتى بشهادة القرآن عندنا إنه هو غافر الخطايا هو الشفي هو الوجي في الدنيا والآخرة والشفاعة حتى في القرآن محصورة لله وحده فهو الشفيع فأنا أصلي أنه كل من رافض المسيح وعمل الكفار على الصليب أن يأتي إلى المسيح المخمص الذي يغفر الخطايا يعطيه الخلاص والحياة الأبدية باسم الرب يسوء المسيح أصلي شكرا أخ نزار الرب يباركك شكرا جزيلا أختي فريال ربنا يباركك وشكرا كتير على المداخلة ربنا يكون معك أحبائي طبعا لما نتكلم عن ألوهية المسيح نحن اليوم حكينا عن شيء واحد عن غفران الخطايا أو غافر الخطايا لكن صفحات الكتاب المقدس بعهديه من نبوات وآيات كثيرة تتحدث عن ألوهية المسيح ولكن اليوم أنا عاوز أركز أنه يمكن أنت التجأت ويمكن أنت عم تستخدم اسم الله باطل وإنت عم بتسب وإنت مش حاسس أنك أنت بتسب أو بتشتم الله لأنه مش عم تعطي المجد لأله والله لا يشارك مجد لأي شخص آخر في طريق واحد الله صنعها هو من خلال مجيء الرب يسوع ومن خلاله تمم الخلاص فإذن لا توجد وسيلة لا توجد طريقة أخرى لأنه مكتوب ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة من آمن به يعني الإيمان بالرب يسوع هو الطريق هو الباب الباب للخلاص هو الباب للحياة الأبدية تعال أقبل وإقبل يسوع المسيح حتى تأتي إلى الآب حتى يكون إلك الدخول إلى السماء من خلال عمل يسوع المسيح من خلال كفارته لسفكها من خلال دمه المقدس إخوتي وأخواتي الله صنع العمل طيب إحنا شو علينا ندرك أهمية هذا الموضوع بشان هيك الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن به قد دين فمشان هيك أنا بدعوك الآن إنك تؤمن بالرب يسوع المسيح أكثر شيء الشيطان بيعمل أزهان الناس إنه يقرأ الحقيقة من كلمة الله في الكتاب المقدس عارف لو بتقرأ الكتاب تبتدي تكتشف هذه الحقيقة يمكنك أن تقول في هذه اللحظات يا رب ارحمني أنا الخاطئ تدرك فعلا إنه خطيطك هي مش مجرد خطيطة عادية فيش إش اسمه صغائر وكبائر عنا فيش إش اسمه خطيطة عرضية ولا مميتة خطيطة اسمية ولا الخطيطة هي خطيطة في نظر الله لأنه قلت إنه الخطيطة هي ضد الله الغير محدود لأجل هذا عقاب الخطيطة هو عقاب غير محدود ولأجل هذا غفران الله هو غفران غير محدود غفران أبدي غفران أبدي فأنت بغض النظر شو حياتك عايش خطيطة ولا أنت عندك برزاتي ولا متدين ادرك انه ما في حياة أبدية الا من خلال يسوع فشو رأيك الآن تقول له يا رب انا بسلمك حياتي صليها يا رب انا بسلمك حياتي انا اقبل اليك وانت وعدت من يقبل الي لا اخرجه خارجا صليها اقول له يا رب ارحمني انا الخاطئ كما صلى العشار ارحمني انا الخاطئ صلي طهرني من طهرني من اثمي كما صلى داود قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروح مستقيم جدد في احشائي صليها قل يا رب انا بدعوك الى حياتي وبتوجك ملك على قلبه حتى تكون انت ربي وسيدي ومخلصة يا رب اقبلني لمجد اسمك وانت وعدت انك تعطي ضمان الحياء الابدية لانه مكتوب الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياء ابدية ولا يأتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة الكتاب المقدس يعلن بوضوح لا يقدر احد ان يغفر الخطايا الا الله وحده وبما ان يسوع اثبت انه هو الغافر الخطايا لماذا تبحث عن ديانة اخرى لماذا تبحث عن ارتواء اخر تعال الى نبع المياه الحية تعال الى يسوع المسيح القادر ان يخلصك الى التمام ويعطيك الحياة الابدية اكتب لنا بحب اسمع تعليقاتك رب باركك